السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الغالين ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا بألف خير تعالوا النهاردة نعمل مع بعض البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة وعجينة غنية جدا وطعمها حلو وشكلها كمان حلو زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك كانت بصراحة طحفة تعالوا بقى اوريكوا كمان الفطيرة اللي جاية دي هتعجبك جدا طريقة جديدة ان شاء الله بإذن الله تعجبك وزي ما انتوا شايفة كده المتزرلة بتاعتنا حلوة ازاي وتعالى اقولك بقلي بيخليها تمط معاك كده وكمان هقولك تخزينيها ازاي لو انت حابة تخزيني العجين نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله واصحابيها اجمعين هشتغل بكيلو من الدقيق حطيت عليه نصف معلقة من الملح وقلبتهم وعندي بقى اربع معالق من زيت الزيتون انا هنا بستخدم معلقة الاكل العادية اللي بشرب بها الشرب وكمان معلقة كبيرة من من الخميرة والخميرة انا بستخدمها باكو بحلو يعني زي ما هو كده بجيبه هو ما يعادل معلقة كبيرة وعندي اربع معالق من السكر وهاخد كباية زبادي صغيرة انا عندي الكبيرة دي هاخد منها معلقتين حطيت بقى هنا في نصف كباية ميا دافية حطيت معلقتين من السكر وحطيت الخميرة وباقي السكر حطيته على الدقيق زي ما انتوا شايفين كده وهقلب الدقيق والسكر مع بعض وبعدين انزل بباقي المكونات هحط بقى معلقتين الزبادي ما يعادي الكباية صغيرة يعني كباية الزبادي العادية وهنزل كمان بالزيت والزيت تقدر تستخدم زيت زتون او زيت نباتي عادي جدا بس هو زيت الزتون مع الزعتر اللي انا بفرقه ده الزعتر بيخلي العجينة طعمها حلوة جدا ورحتها كمان حلوة جدا وهنحط حاجة دلوقتي كمان مكون هيخلي البيتزا بتاعتك في حتة تانية هباز باز كده بس بستين ثلاثة من المايونيز يعني ثلاث معالق كده او اربع معالق تمام هاخد بقى كل المكونات بتاعت دي وهنزل بيها في العجين سبق وعجنت معيكو البيتزا على قدية وهوريكو برضو النهاردة لو مش متوفر عجين تقدر تعجنيها ازاي وتوصلي بيها لنتيجة كويسة جدا الموضوع صهلي وبسيط وزي ما انتو شايفين كده المكونات بتاعتنا غنية جدا وممكن ان انت تستبدلي ممكن تستبدلي الزبادي باللبن ممكن ما تحطيش للبن ولا زبادي ممكن ما تحطيش مايونيز ولكن هو الموضوع كله ان انا بطعم العجينة هنا انا هستخدم صفار بيضة فبما اني هستخدم صفار بيضة هنزل بالبياض كده مع العجينة ودي مش خطوة اساسية يعني ممكن ما تعمليهاش لو مش حابة تحطي بياض البيضة عندي بقى هنا الخميرة بتاعتي فارد الاول انا عايزة بس اقولكو على حاجة انا خليت الدقيق يمشي شوية كده في العجين مع الزيت مع المكونات اللي انا حطيتها عليه واستخدمت الكف وبعدين نزلت بقى بالخميرة وهبدل الكف هبدل الاداة دي باداة العجن يعني وهنزل بقى بالمية واحدة واحدة كده على حد ما العجينة بتاعته تلم طبعا العجينة لمت وكل حاجة وبتلزق ولكن بتقطع زي ما انت شايفة كده طول ما هي بتقطع بالشكل ده لما بتجي تشديها يبقى هي لسه ما تخدمتش لسه ما تعجنتش تمام لسه ما وصلتش للدرجة اللي انت خلاص تقدر تقول ان دي اصبحت عجينة نجحة معيك هنا بقى بوريك اهو هي بتموت معي وبتلزق في اليد شوية حلوة قوي وزي الفل لو هتعجني على ايدك بمجرد ما تحط المية بتاعتك والعجينة تلم هتبضل تفتحي وتقفلي فيها بالطريقة اللي انت شفتيها كده وبعدين لما تنعم معاك خالص وتموت معاك زي اللبان كده تحطيها بقى في بولة وتحط عليها رشة زيت في البولة ورشة من فوق وتغطيها وتسيبيها لما تخمر هنعمل هنا حشوة من الحشوات انا هستخدم الفراخ البني زي ما انتوا شايفين كده انا هضربها في الكبة ضربتين كده مش هفرومها ناعم انا هقطعها بس مكعبات كده ممكن الخطوة دي نعملها على قدنا ولكن انا استسهلت بصراحة علشان الوقت تمام اقطعطها بقى بالشكل ده وهستخدم معاكم هنا الزبدة اللي احنا عملناها مع بعض الحمد لله يعني قلت هستخدمها في البيتزا يعني علشان انا حط فيها زيت زي ما قلتلكم فانا هستخدمها معاكم وكانت حلوة مش وحشة الحمد لله يعني نزلت بقى بقطع الفراخ بتاعتي كده واول ما لونها يتغير من تحت هقلبها الناحية التانية وهقلبها وهنزل بمعلقتين تلاتة برضو من المايونيز ودي هتخليها طعمها حلو جدا هستخدم توم بودر بصل بودر حبهان مطحون ملح وفلفل وكمان ورق لورة ومكعب من المرأ هقلبهم بقى مع بعض كده وعايز اقولك المايونيز بيخليها طعمها حلو جدا وتدبيلة جديدة وهنزل هنا بقى بمعلقة صغيرة من البابريكا ورشة من الزعتر وهنا الريحة كانت مش قادرة اقولك قد ايه اللي هم بارك طحفة 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 تمام انا حطيت الفلفلتين دول علشان الفراخ مفهاش الوان فقلت اعملكو شكل حلو يعني هنا بقى عندي الخضار بتاعي فلفل الوان وطماطم وفلفل حامي وعندي كمان زاتون هستخدمه في البيتزا وهنا الحلوة فارت وكبرت ومشاء الله عليها بقى لازد كده زي ما انتوا شايفين هفض بقى او هفضي الهوى منها وهالمها تاني مع بعضها كده وهاخد منها قطعة هشتغل بيها هنا هفردها على دقيق وعلى المفرش السيليكون وممكن ما اعملش كده خالص ممكن افردها في الصينية على طول تمام انا هنا بقولك لو الطريقة عجبتك والبيتزا عجبتك والفيديو عاجبتك واول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعال زر الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد ولو ما عجبكيش الفيديو اعملي ديس لايك تمام عندي هنا بقى فردت قطعة العجينة كده وهنزل بقى بالسوس بتاع البيتزا اللي هو مكوناته طماطم وفصلنتم في معلقتين زيت زتون واول ما يتطلع رحتهم كده تحط الطماطم وتحط زعتر وملح وفلفل وطبعا تبهريها وهنزل بقى هنا طبعا يعني حطيت الحشوة بتاعتي وليك الحرية في انك تحشيها اي حاجة وممكن تحشيها خضار بس ممكن جبن انا حشيتها بالفراخ اللي انا عملتها معاكم وهحط بقى عليها الفلفل الوان والطماطم والكلام ده وهحط عليها كمان رشة بقى من فوق كده من المتزاريلا وهدخلها الفرن هنسويها على درجة حرارة 180 هتقعد معاك في الفرن لحد ما يعني تستوي انا الفرن بتاعي عرفاه يعني عرفاه بيسوي بعد وقت قد ايه او كلام ده فكل واحد والفرن بتاعه لان انا ممكن اقولك على طريقتي انا انت عندك ما تكونش لسه استوت او تكون اتحرقت تمام فزي ما بقولك كده شغلي الفرن عليها على درجة حرارة طبعا 180 ولازم تكون الفرن بتاعتك حمية جدا لما اتدخلي فيها البيتزا تمام هنا بقى كانت البيتزاية دي طلعت هورها لكم انتوا تحسوا ان اللون بتاعها فاتح شوية ولكن لا هي كده حلوة عكس البيتزاية اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو انا بعمل بصراحة لكل واحد حسب ما بيحب زي ما انتوا شايفين كده بصراحة العجينة طعمها حلوة جدا يعني تتاكل من غير اي حشو والمتزرلة علشان تمط معاك كده ما تسبيهاش في الفرن كتير طبعا لو الفرن بتاعك بيسوي من تحت جامد ومن فوق بتبقى نية او الكلام ده زبطي الفرن بتاعك علشان وما تحطيش المتزرلة من اول ما تحطي البيتزا دخل البيتزا الاول ولما تستوي من تحت ابقي طلعيها وحط عليها المتزرلة وبعدين دخليها تاني يدوبك تسيح بس علشان خاطر البيتزا بتاعتك ما تتحرقش اه تمام هنا بقى فردت عجينة تانية وهعمل بتزاية بطريقة تانية وهحط عليها رشتين كده تلاتة اربعة خمسة ستة حاجة انا بعشقها بجد المايونيز وبعدين هخليها بقى على جنب وعملت ليها وش تاني زي ما انتم شايفين كده وهبتدي ان انا اقفلها هاخد طرف العجينة كده هحطها على طرف العجينة اللي من تحت واقفلها علشان ما تفتحش مع السخنية ما تفتحش هنا برحل العجينة كده لاني لسه الناحية دي اهو زي ما انتم شايفين كده يعني اتمنى ان تكون الطريقة مشروحة الوحدة سبتها بقى شوية لما خمرت والوش من فوق كده كمان خمر وبعدين هقسمها بقى بالشكل ده ممكن تقسميها بعصاية شش تاوك او اي حاجة عندك تكون طويلة انا هنا اشتغلت باديه وخلاص زي ما انتم شايفين كده وطلعت الحمد لله مظبوطة وبالشكل ده هجيب بقى الفرشة اللي مكانها الصالصة بتاعة البيتزا دي هتعمل معايا لون حلو قوي وصفار البيتزا اللي انا كنت مخليها على جمد وحطيت عليها رشة من الفلفل الاسود ورشة بسيطة من الخل علشان ريحة زفارة البيت وده هنت الوشي بالشكل ده وهرش كمان رشة من المتزاريلا وهدخلها برضو الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه وتكون استود وتلعت بقى معايا بالشكل ده شكلها ورحتها يعني وعايزة اقولك كمان على حاجة انك تقدر تعملي المشروع ده في بيتك او تقدر تعملي البيتزا في بيتك وتسويها لجرانك لحبيبك ودي فكرة مشروع حلوة جدا يعني اتمنى انا نفسي عن نفسي يعني ان انا ربنا يكرمني ان شاء الله واعمل واعمل مشروع خاص بي انا يكون طبعا من ضمنه البيتزا يعني تمام زي ما انتو شايفين كده لو قطعتيها بسكينة او حاجة هتتقطع معاك بالشكل ده ولكن لو شدتيها بايديك كده هتديك المنظر التحفة ده اللي الولاد وقفين مش قادرين يصبروا بصراحة بس انا منعهم عشان التصوير شايفين شكلها حلو ازاي زي ما قلتلك ما تسبيش المتزاريلا بتاعتك في الفرن فترة كبيرة علشان هتلاقيها مش هتمط معيك بعد كده هتستوي وهتحمر هنا بقى انا هعمل الميني بيتزا ممكن تعمليها مدورة تعمليها بقطعة تعمليها على ايدك انا قلت عملها كده بيبقى شكلها كويس الولاد بيحبوها وزي ما انت شايفة كده شكشكتها كده بالشوكة علشان لما حطها في الفرن ما تنفخش ومع ذلك برضو ما شاء الله نفخته وبقت جميلة حشيت جزء وسويته والجزء التاني سويته كده علشان اخزنها بالشكل ده استويت كده هشيلها بقى لما تبرد خالص 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 وبعدين احطها في كيس تلاجة او في طبق ومفروش في كيس تلاجة واحطها في الفريزر لما اجي اطلعها هلاقيها ان هي عادي جدا عحشيها او هفتحها كده عاملها صندوتش وحطها فيها الحشوة وحطها في الفرن تاخد وشي من فوق دهينه او احط عليه مزاريل او اي حاجة وتاخد اللون وتطلعها انا بوريكم العجينة وقلوكم ان العجينة هشة جدا وطعمها بجد حلوة او ياريت تجربوها ودي برضو قطعة كده من العجينة عملتها علشان افرزها وفيه واحدة كمان بس ما حبتش اطول عليكم الفيديو يعني تقدري بقى ان انت تغلي فيها بستريتش راب او تحطيها في الكيس تلاجة تغلي فيها كويس وتحطيها في الفريزر وهي دي البيتزا بتاعتنا واتمنى الفيديو يعجبكم كنت معيكم منشستي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش تعملوا لايك